أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية تتسق مع الجهود والمبادرات الدولية والأممية القائمة وتهدف إلى ضمان التمثيل العادل لكل ليبيا وتوحيد مؤسستها وقال لكم قد تبعتم نتائج اجتماع القاهرة الذي دعت إليه مصر انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لدولة ليبيا ونتج عنه التوصل إلى مبادرة سياسية ليبية شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ولقد اكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لما تشهده الساحة الليبية من تطورات متلاحقة بالإضافة إلى التفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي وفي هذا الصدد أود التأكيد على أن تدعيات الأزمة الليبية لا تقتصر على الداخل الليبي وحده بل تؤثر على الدول الجوار الليبي والاستقرار الدولي أيضا وتأتي هذه المبادرة متسقة مع الجهود لمبادرات الدولية والأممية القائمة كما تهدف إلى ضمانة تمثيل العادل لكافة قليم ليبيا الثلاثة وتوحيد المؤسسات الليبية وتنظيم دورها بما يؤهلها الاطلاع بمهامها ويضمن التوزيع العادل والشفاف للطروات الليبية والنأي بهذا الجار الشخيخ عن فوضى الميليشيات